السلام عليكم أعزائنا المتابعين إذن دائما مع الدرس الخامس من دروس كتاب الجيد في الرياضيات المستوى الخامس وصلنا للدرس قلنا على الخامس درس المضاعفات والقواصم وقابلية القسمة وصلنا للصفحة 2 و30 إذن ودائما قلنا بقوا تشوفوا الكومنتر الأول باش لكان شي خطأ أو شي حاجة في الفيديو كنصحوا دائما في التمرين في الكومنتر الأول وصلنا للتمرين 17 استعين بالمحسابة لكتابة العشر مضاعفات الأولى للعدد 21 إذن باش تكتب مضاعفات العدد 21 ستستعين بالمحسابة لأن الطوال بزاف ما يمكنش تبقى تحسب فيهم بواحد بواحد إذن عنكتبو مضاعفات العشر الأولى من غير الصفر عنحيضو الصفر نكتبو مضاعفات العدد 21 إذن بدين بواحد وعشرين هنكتب 21 اول مضاعف ليه بطبيعة الحال هو 21 ثم 42 ثم 63 ثم 84 105 نتأكد بالكالكولاتريس 126 148 وانا 189 ثم مائة وعشرة نحسب واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اثمانية سعود عشرة دبنا نجيوا المضاعفات طلبوا مننا العشر مضاعفات الاولى للعدد ستة وثلاثين مضاعفات اذا نغير الصفر غمضة بالثلاثين ثم 72 ثم 108 ثم 144 780 ثم 216 ثم 252 ثم 288 ثم 324 ثم 360 وستين هنحسب واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود عشرة اذا هذو هما عشر مضاعفات الاولى لواحد عشرين وستة وثلاثين اذا هذو بالنسبة للسؤال بقى ندوزو الجين شنو بقى معنا بجين اكتب لائحة المضاعفات المشتركة بين واحد عشرين وستة وثلاثين ثم اصغر مضاعف مشترك لهما بالنسبة للائحة المضاعفات المشتركة مغديش تسالي هنبقى نكتبوه في المضاعفات لا تنتهي القواسين تنتهي المضاعفات لا تنتهي غصبقى ضرب 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 من الاعداد والاعداد لا تنتهي والضرب تكمل احتى تلقى واحد المضاعفات مشتركة يعني انا غنعطيك انا بعض المضاعفات المشتركة بيناتهم واحد الخمسة تقريبا وغادي نختاروا منهم اشن هو المضاعف المشترك الاصغر يعني من بعد ثم اصغر مضاعف مشترك لهما اصغر مضاعف مشترك نقدروا اللحقوه الي بدينا كنا تكملنا هنا يا اول واحد غنحبسو عندو ولكن باش تكسب جميع المضاعفات راه ما يمكنش اه نعتكم مين المضاعفات لمضاعفات او بعض المضاعفات هي بحقيقة بعض المضاعفات المشتركةує هيهмат ميزاتو من يوت 3000 عسون 1750 ثم 1054 ثم 756 وغادي اتلقى 2058 وغادي اتلقى 1260 وغادي اتلقى 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 اذا نكتفى نكتفى بهم اصغر مضاعف مشترك اصغر مضاعف مشترك هو شنو وهذا الأول هذا الصغير فيهم هو ميتين واثنين وخمسين هذا هو المضاعف المشترك الأصغر أول واحد كنلقاه مضاعفة تلاتين ومضاعفات واحد وعشرين هنمروا الآن للسؤال 18 العدد خمسة هو قاسم للعدد خمسةاش وللعدد خمسة وعشرين أتحقق من أن أليف خمسة قاسم لمجموع العددين خمسة وعشرين وخمسةاش باق قاسم لفرق العددين خمسة وعشرين وخمسةاش هالتمرين داز علينا بحاله إذا نشفنا مني كيكون شي عدد قاسم جوجة الأعداد فراه كيكون قاسم للمجموع ديالهم وكيكون قاسم للفرق ديالهم إذا نواخر غنعوده للتمرين 18 غادي نحطه إذا نشنو عندي عندي خمسة وخمسة وعشرين كيقسمهم هات عندي خمسة وخمسة وعشرين بجوج يقبلاني القسمة على خمسة هاك هنشوف المجموع ديالهم هنكسب خمسة وعشرين زائد خمسةاش مجموع عشرين زائد خمسةاش كتسوي ربعين هات الربعين هل هي من مضاعفات خمسة نعم عنده هنا يصفر إذا هي خمسة في تمانية إذا مجموعهما يقبل القسمة على خمسة هنشوف الفرق ديالهم خمسة وعشرين ناقص خمستاش غيطيني عشرة وعشرة بطبيعة الحال من مضاعفات خمسة لأنها خمسة في اتنان إذا فرقهما يقبل القسمة على خمسة مفهوم؟ أي عددين عندهم واحد يعني القاسم مشارك مجموعهما يقبل القسمة على ذلك العدد وفرقهما يقبل القسمة على ذلك العدد هندوزول بتمرين تسعتاش وتمرين تسعتاش وهي طويل في مجموعة من الاحتيمالات وحدد الأرقام الناقصة لتكون أعداد في كل إحاق عبلا للقسمة على اتنان إذن أنا كان أعرف إذا بغيتش أعداد يكون يقبل القسمة على اتنان أشخاص خاص يكون رقم الواحدات دياله إما صفر إما اتنان إما أربعة إما ستة إما تماني إذن هنا عندك بزار ديالي احتمالات إما غتكتب 642 644 646 648 إذن كل نقطة ممكن تحط فيه الصفر أو الإتنان أو الأربعة أو الستة أو الثمانية إذن هتكتب اللائحة الأولى اللي عامرة بالأصفار ولائحة أخرى عامرة بالإتنان واحدة أخرى فيها أربعة واحدة أخرى من الستة واحدة أخرى ديال تمانية فعن إذن هيخرج لك 1.3.4 و 1.3.4.5 هيخرج لك تقريبا شيء هل يقولنا هنا 5 في 4 تقريبا 20 عدد تقبل القسمة على اثنان باستعمال هاد الارقام هادو كرقم للوحدة غنمرو دابا هنا لابغينا هاد العدد يكون يقبل القسمة على ثلاثة إلا بغيتو يكون يقبل القسمة على ثلاثة خسني نشوف كل عدد شنو خسني نزيد ليه باش يولي المجموع من مضاعفات ثلاثة إلا عندي هنا جوج أربعة بالنسبة للعدد الأول اللي فيه اثنان إلا هذا التمرين تسعتاش تسعتاش إلا الول سافر اللي توليكم بالنسبة على ثلاثة نبغينا يكون يقبل القسمة على ثلاثة بالنسبة لهذا العدد الأول إلا ربعة زائد جوج ستة عشنو ممكن نحط هنايا ممكنش نحط صفر تفعبنا باش يبقى عدد مكوم ثلاثة الأرقام إلا 4 زائد جوج ستة العدد الموالي الذي يقبل القسمة على ثلاثة هو تسعود إلا شنو اللي غيوصلني لتسعود غيوصلني ثلاثة ثلاثة غتوصلني لتسعود شنو آخر ممكن يوصلني هنا يا لتسعود المضاعف الآخر إلا خسني الرجل العدد يساوي اثناش مثلا 4 زائد جوج ستة عشنو اللي يكمل لي اتناش هو ستة عشنو اللي يكمل لي اتناش هو ستة عشنو اللي اتناش من مضاعفات ثلاثة إلا كتبت هنا ستة غتولي عندي ستة زائد ربعة عشرة زائد جوج تناش إذا من مضاعفات ثلاثة فهو يقبل القسمة على ثلاثة عشنو آخر ممكن نحط هنا إما مضاعف الآخر من غير ثلاثة إلا هو خمسطاش إلا بغيت نوصل هنا الخمسطاش حل خسني أنا عندي ربعة زائد جوج ستة إلا خسني نزيد حل خسني نزيد تسعود تسعود هي اللي غتوصلني الخمسطاش تفهمنا هذو هما الأرقام الممكن نحطهم هنا إلا إما غيكون عندي تلتمية وتسعود وستين إما تسعمية وتسعود وثنين واربعين عفوان إما نحط ثلاثة تطين تلتمية وتنين واربعين ولا ستة تلتمية وتنين واربعين ولا تسعود تسعمية وتنين واربعين إذا خس المجموع يكون من مضاعفات ثلاثة واخر نجي نشوف هذا العدد الثاني تمانية زائد صفر تمانية شحل خسني نزيد هنا باش يقولي عندي مضاعف لثلاثة إذا ممكن نزيد واحد ويكون مجموع الأرقام هو تسعة إذا ممكن نضيف واحد مشنوه آخر ممكن نضيف هنا ممكن نضيف أربعة وغتيول عندي ثمانية زائد أربعة إثنى عشر إثنى عشر من مضاعفات ثلاثة إذا ممكن نضيف أربعة ممكن نضيف ماذا أيضا ممكن نضيف سبعة يعني سبعة زائد ثمانية خمسة عشر خمسة عشر من مضاعفات ثلاثة إذن هذو هما الاحتمالات الممكنة للعدد الثاني باش يكون يقب overlapping على ثلاثة هنجيل هنا هنحسب 6 و 14 و 3 و 12 عفوا 6 و 14 و 3 و 13 إذن شنوى المضاعف ديال 3 اللي قريب من 13 هو 15 إذا اللي بغيت نوصل إلى 15 خسني نزيد جوج غادي واللي عندي المجموع هو 15 يقبل قسمة على 3 شنوى المضاعف الأخر هو 18 إذا اللي بغيت نوصل إلى 18 خسني نزيد خسني نزيد 5 شو تولي عندي 6 زائد 14 أو 5 زائد 3 18 من مضاعفات ثلاثة إذا نزيد 5 هنشوف وشنقدر نزيد شي عدد آخر ممكن نزيد 8 8 غتوصلني الـ 21 21 كذلك من مضاعفات ثلاثة إذا ممكن نزيد 8 كذلك فهم إذا نغنشوف هنا هاد العدد هاد شنو ممكن نزيد هنا إذا عندي هنا 8 زائد جوج 10 زائد 14 إذا شنو ممكن نزيد هنا ممكن نزيد 1 هلاش إذا قلنا 8 زائد جوج 10 نزيد عليها 4 14 باش نوصل الـ 15 خسني 1 إذا نزيد 1 إذا باش نوصل الـ 18 اللي هو المضاعف الموالي باش هل خسني نزيد إذا 8 زائد جوج 10 زائد 14 إذا خسني 15 16 17 18 خسني 4 إذا ممكن نحط باش نوصل الـ 21 شحال خسني إذا أنا عندي 14 إذا إلا زائد 7 غادي نوصل الـ 21 وممكن نزيد 7 هون إذا هاده هما الأرقام اللي ممكن نحط هنايا باش يولي عندي هاد العدد من ما يقبل القسمة على 3 هما هاده هنمرو الآن هذا هذا اللي عنده احتمالات كثيرة وكثيرة جدا ما نحاول نعطيهم لكم كاملين ولكن باش ما نطولوش وصافي الفيديو إذا هنرل بغيناه يكون يقبل القسمة على 6 شخصه يكون أول حاجة أول شرط خصوه يتحقق خصوه يكون زوجي تفهمنا؟ خصوه يكون زوجي يعني وفي نفس الوقت مجموعة الأرقام يقبل القسمة على 3 من مضاعفات 3 6 زائد 4 10 يحل خصني نزيدو باش يولي من مضاعفات 3 إذا هنه إما نزيد بعده هنا في رقم الوحادة ضروري خصوه يكون زوجي إما جوج إما إما الصيفر عفوان جوج أو لاربعة أو لستة أو لتمانية ولكن قبل ما نزيدش واحد من هاده خصني نجمع لمجموعة الأرقام باش نشوف هل هو من مضاعفات 3 إذا هنا إلا تصيفر غتولي عندي مجموعة عشرة إذا مخطيش نحط صيف إلا حطيت ربعة شحل غير يولي إلا حطيت جوج إذا ستة وربعة عشرة وجوج تناش تناش من مضاعفات تلاتة إذا ممكن نحط جوج مجموعة عشرة شنو ممكن نحط آخر وش ممكن نحط ربعة لا لا حطيت ربعات هذا اللي في جوج احتمالت هذا أو الثاني هنا إما نحط الصفر اما نحط الاثنان اما الاربعة اما الستة اما الثمانية وهذا العدد خصو يكملني اذا هنجرب الى حطيت الصيفر هنجرب نحط صيفر هنا اذا ستة زائد ثلاثة شحال تسعود زائد صيفر لا شيء اذا هنا شحال خصني نزيد اذا اما غنزيد صيفر هنا وصيفر هنا اول احتمال انا نكسب لكم احتمالات ده باديا لهذا العدد الثاني هنكتب كل جود ارقام بين قوسين اما غنحط صيفر مع صيفر هنحطيت صيفر هنا وصيفر هنا غيطاني المجموع تسعود تسعود من المضاعفات ثلاثة واخر غنخلي الصيفر هنا ونشوف شنو نقدر نزيد هنا اذا ستة وثلاثة تسعود المضاعف الاخر هو اتناش اللي جاي هو اتناش كيفاش غنوصل لي خصني نزيد ثلاثة اذا تنتسالي ومن الواحدات صيفر عادة نشوفوا الواحدات يلا كانت اتنان اذا الصيفر وثلاثة هنزيد هنا اما صيفر اما ثلاثة المضاعف الاخر هو خمسطاش الى كان عندي الصيفر هنا وبغيت نوصل الخمسطاش هل خصني نزيد نزيد ستة اذا الصيفر مع ستة هنزيد الصيفر مع ستة باش توصلني الخمسطاش هنشوف وش نقدر نوصل الثمنطاش اذا لازد الصيفر هنا اش حال خاص يكون عندي خصني نزيد تسعود تفاهمنا لانا صيفر مع تسعود ستة وثلاثة تسعود وتسعود تمنتاش اذا صيفر مع تسعود دبا غنكون سهلي تمنتصيفر صيفر مع تسعود غنشوف الى حطيت هنا الاثنان دبا كل عدد عنده بزاف دي الاحتمالات الى حطيت هنا اثنان اش حال غيولي عندي المجموع هاتولي ستة وثلاثة تسعود وجوج حداش اذا اشنو خاص يكون عندي معها خاص يكون عندي معها واحد اذا اللي حطيت هنا جوج خاص يكون معها واحد احنا دائما باقين فالعدد الثاني لانا كين بزاف دي الاحتمالات اذا اللي حطيت جوج خاص نحط معها واحد بشولي عندي المجموع الارقام هنا لانا ستة مع واحد سبعة مع تلاتة عشرة مع جوج تناش من مضاعفات تلات عشنو نقدر عود تاني نحط مع الجوج الجوج نقدر نحط معها الربعة علاش لانا ستة زائد اربعة عشرة وثلاثة زائد جوج خمسة هي خمسة عشرة ها من مضاعفات ثلاثة اذا ممكن نحط الربعة شو دا عدد واحد اش حال غيعطاني دي الاحتمالات ممكن نحط الربعة والإثنان عشنو ممكن اخو نحط مع الاثنان هنا ممكن نحط السبعة سبعة مع الثلاثة عشرة ستمع الجوج 18 من مضاعفات ثلاثة كذلك اذا السبعة مع الجوج انا هنحط لكم في نفس الطر باش يبقى وبينين هادو ومازال احتمالات الى حطيت الربعة هنا اشنو نقدر نحط هنا اذا دائما تحط اما الربعة انا ساليت لكم من الصفر وساليت لكم من الاثنان بقى لك انت اشنو غد دير حط الربعة وشوشنو العدد اللي يكملك اما تسعود ولا يكملك 12 ولا يكملك 15 ولا قاع يكملك 21 تفهمنا هادو هو اللي يقدر يكملك اما غد يكملك لتسعود ولا يكملك الاثناش ولا الخمسطاش ولا الثمنطاش ولا واحد وعشرين هادو المضاعفات كيفاش توصل ليهم اذا انا هنعطي لك الامتلع والتاني ديال هادا ديال هادا العدد الثالث هادا اذا اذا جربت حطيت الصفر هنا ربعة زائد جوج 6 هي وخم مضاعفات 6 ولكن انا خصني نكمل هنا يا بشكون عندي ربعة الارقام اذا اللي حطيت الصفر هنا هتعطيني ربعة زائد جوج 6 3 اذا هنحط الصفر و 3 هادا الرقم الثاني هادا العدد الثالث اذا هنحط الصفر مع 3 بش يعطيني مجموع الارقام تسعود اذا خليت هنا بني تصفر بشنو ممكن نزيد هنا ممكن زيد ستة بش تعطيني عندي هنا ستة وهنا ستة 12 من المضاعفات ثلاثة كذلك اذا ممكن زيد الصفر وممكن زيد ستة ممكن زيد الصفر مع تسعود وعطيني المجموع هو 18 هنشوف داب الاحتمالات الى زت اثنان فلاس الواحدات درس اثنان الى درس هنا اثنان اشغل اللي عندي جوجو جوجو ربعة وربعة ثمانية بش نكمل تسعود اللي هما مضاعفات ستة مضاعفات ثلاثة غتيكون عندي هنا واحد اذا نخصني الجوج مع الواحد شوف عاو التاني الى درس الجوج اشنو ممكن زيد عليها بش توصل الـ 12 شوف عاو التاني الجوج اشنو تزيد عليها بش توصل الـ 15 وغتدوز كذلك الـ 4 الى درس اربعة هنا ايه هتقول عندي ربعة وربعة ثمانية وجوج عشرة اذا نخصني زيد جوج بش نوصل الـ 12 اذا غتدوز كذلك الـ 4 والـ 2 اشنو ممكن زيد معها بش توصل الـ 15 اشنو تزيد معها بش توصل الـ 18 اشنو تزيد معها بش توصل قاحت الـ 21 ونزيد نجرب 6 ونزيد نجرب 8 اذا هنعطيكم مثال من كل عادة اذا هنالي كانت عندي 6 ستة واربعة عشرة وجوج 12 اذا هنالي ممكنش ندير الصيفر خصني نوصل الـ 15 ستة واربعة عشرة وجوج وثلاثة خمسة هي خمسة اذا نستخصها ثلاثة بش يكمل ليه المجموع من مضاعفات ثلاثة هنجرب ليكم مثال كذلك ديال ثمانية يلا كان عندي ثمانية هنا هتقول عندي ثمانية وجوج هي عشرة وربعة وربعة طاش حال باقي ليه بش نوصل الـ 15 وواحد اذا هندير ثمانية مع واحد وبنفس الطريقة غتجرب شنو ليه يكمل ليه 15 شنو ليه يكمل ليه 18 وبش نقدر نوصل الـ 1 وعشرين مع هاد العدد ثمانية وبهذه الطريقة غتلقى جميع الاعداد اللي ممكن تحط الارقام اللي ممكن تحط في هادوك النوقع هنشوفوا هاد الرابعة هو نديرو ليه بعض الاحتمالات لان الاحتمالات كثيرة شنو نقدر نحط هنا اذا دائما هتحط هنا عود ثاني تبدأ بالصيفر وتجرب شنو تحط هنا ثم الجوج وتجرب شنو تحط هنا ويمغا نجربو نحطوا الصيفر هنا ونديرو شي احتمالات اذا اذا حطينا هنا صيفر صيفر زائد ثلاثة ثلاثة خاصني نوصل الـ 6 عشنو اللي غي يوصلني الـ 6 مثلا عشنو نقدر نحط هنا ايا نحط اللي بغيت مثلا اللي توصلني الـ 6 مثلا هي الجوجو الربعة هي ثلاثة وثلاثة اذا عندي بزر ديها الاحتمالات اما نحط الصيفر قلنا ونحط الربعة والجوج ولا نحط الصيفر والجوج وعذا الربعة او لا ممكن نحط صيفر اللي كستنفرقها ثلاثة هنا وثلاثة هنا تفهم؟ عشنو اللي يقدر يوصلني مثلا دابل تسعود بهات الصيفر اللي كان هنا اذا نخلي الصيفر في الوحادات وغ테عoler وغنشوف حشنو يقدر يجي هنا اذا هنا ثلاثة حشنو اللي يومص لنا هشنو اللي عنوص لنا ي عنوص لنا ع Czy انوص لنا ة طيicitulators صيفر مع واحد مع جوج إما نزيد صيفر مع جوج عدى واحد إما نزيد صيفر صيفر ثلاثة إذا اللي حطيت هنا يا صيفر هنا وصيفر هنا وثلاثة قتولي عندي ثلاثة زائد ثلاثة ستة عدد زوجي وفي نفس الوقت يقبل القسمة على ثلاثة إذن كما كتلاحظوك بزاف ديال الاحتمالات اللي بصعيب باش نحصروهم كابلين إذا انت بقى تجرب دير جوج أمثلة ثلاثة من كل عدد يعني هنا كاتفي لك توجد عدد حلو المهم هنا غايجي صيفر جوجة ربعة ستة ثماني نفهم هاتش اللي ممكن يجو بالنسبة لثلاثة راح نحصرناهم ثلاثة في كل عدد هادموا الاحتمالات اللي ممكن يكون غنتks نمرو لتمرين عشرين العدد ثلاثة ثلاثة وثلاثة لثلاثة أتمين اللي سافة لثلاثة ثلاثة عشرين غنيها المتساوية التالية على شو neolايسة مضاعف لإنه غيبقى عندي الباقي شفسي إذن سعود عشرين وثلاثة هاح نضربها هنخصيا لاهمر ذي هديها كما غنيها شد ثلاثة وثلاثة ثلاثة ثلاثة عشرين وحدي التأطيرة للعدد 329 بين مضاعفين متتابعين للعدد 329 نخص نديرو حد تأطيرة يعني 329 هنحصرها بين مضاعفين لعدد 329 إذن 329 في ماذا؟ وتسعود 329 في ماذا؟ إذن هنا 329 من اللي قسمناها على 329 عطتنا 11 وبقى فيها الباقي إذن 329 في حداش ببوحدها رأى صغر من 329 فهم؟ لأن لو ضربت 329 في حداش حل غتعطينيها تعطيني 319 تفهم؟ 319 عد نزيد عليها عشرة عد نوصل 320 إذن إشنا هو المضاعف اللي صغر من 329 مضاعف 29 هو 29 في حداش لو ضربت 329 في حداش غاي تجيني اشكت ليكم 319 غاي تجيني 319 وهات 29 بما أنهم مضاعفين متتابعين إذن بين 29 في حداش و 29 في حداش وغالقة 30 في حداش هي تلتمية وثمانية وربعين هذا هو الحصر بين مضاعفين متتابعين تمارين واحدة وشرين فرنسية اذا نستعمل هاد الأرقام 3 و4 و5 خسني نصيب جميع الأعداد نمكون من ثلاثة الأرقام ديفيزي بالتي تقبل القسمة على اثنان تقبل القسمة على ثلاثة تقبل القسمة على خمسة إذن هنا خاص يكون عندي مجموعة من العدد إذن الأدد التي تقبل القسمة على اثنان ضروري يكون عندها ربعة في رقم الوحادة يعني اخصى عدد زوجي غنديرو مثال هتكون بعض الأمثلة هنا وانتم ماكملوا الأمثلة إذن خاص يكون عندها جوج يعني إما غندير 342 إما 432 عدا لككررت الأرقام عفوا هنا ما عندناش اثنان إذن 354 354 ما عندناش اثنان هو يقبل القسمة على اثنان أولا أنقلب الخمسة مع الربعة غد تعطيني 504 و3 إذن نربع دائما عدا لككررتهم ممكن نكتب 444 ممكن نكتب 554 إذن دائما نربع هنا قلب الأرقام الاخرين كررهم غيخرجوا لك مجموعة إلا لما كنتوش غاديتكروهم راهدهم والاحتمالات اللي كينين إما 354 ولا 534 و30 تفهمنا أما بقنا نكرروه في الأعداد أو الثاني رغيكون عندي بزاف ديال احتمالات هنشوفوا دابا الأعداد التي تقبل القسمة على ثلاثة يعني لنمبر ديفيزيبل بار تخوا لنمبر لما رغي نستعمل لنمبر ديفيزيبل بار تخوا خاص يكون مجموع الأرقام يعطيني مضاعف لثلاثة غا نحسب المجموع ليالهم خمسة وربعة تسعود وثلاثة اطناش إذن هذو بتلاثة يعطوني مضاعف مضاعفات ثلاثة إذن غير نبدال يوم في الترتيب ثلاثة ربعة خمسة مرة نبدأ بتلاثة ونقلب الخمسة مع الربعة مرة نبدأ بالربعة ونكتب نتبعها بالثلاثة عدى الخمسة مرة نكتب الربعة ونتبعها بالخمسة عدى ثلاثة مرة نبدأ بالخمسة وعدى نقلب الربعة مع الثلاثة والخمسة ونعود نقلب الثلاثة هنا والربعة هنا نتمنى يكون واضح إذن هذو هما الاحتمالات هذو بيدون تكرار لأرقام بالنسبة باش يكون ديفيزيبل بار 5 خاص لشيف يعني رقم الوحدات يجب أن تتخ 5 أو 0 هنا بما أنا معناش 0 يعني لشيف رقم الوحدات يجب أن تتخل خمسة يعني نبقنا خمسة دائما عندي في الوحدات وغلي العب غير بربعة وثلاثة مرة نصبق الثلاثة عدى الربعة مرة نصبق الربعة عدى الثلاثة هذي في حالة إذا ما ما كررناش الأرقام أما ما كررنا الأرقام مرة ما غديش تسالي ديك الحصة ديال 35 دقيقة في القيصة مرة ما تكفاناش باش ندوزو هالتمارين كاملين إذا نتمنى تكونوا استفتوح ديتوا فكرة على التمارين تلقى إن شاء الله مع تمارين صفحة 33 بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر